أمر المستشار النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنيات لاتجارهما في الأثار واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلاتها وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية تخضع للحماية قانونا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للأثار هذا ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرتها كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل ضد المتهمين من شهادة 16 شاهدا فضلا عما تبين للنيابة العامة من معاينتها للشقة كما استدعى النيابة العامة لإستجوابه وأمرت بحبسه احتياطيا لحين إتمام التحقيقات معه والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنيات والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدد ضمانا ماليا قدر بمليون جنيه مصري وقد أمرت النيابة العامة مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم ممنوعين من الصفر مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبتت في التحقيقات هروبها داخل البلاد كما نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات